ملاعب بلدنا في تمام الساعة التاسعة في انتظار البطولة التاسعة من النادي الأهلي المصري الأهلي المصري كل الأندية بمختلف ألوانها كلنا مع النادي الأهلي إن شاء الله اليوم في أقل من ثلاث ساعات بإذن الله ويبدأ في تمام الساعة التاسعة مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي بإذن الله إن شاء الله نتوج للبطولة التاسعة الأهلي قادر بإذن الله برغم الحرب النفسية والعصبية ولكن الأهلي هو الأهلي الأهلي المصري إن شاء الله في انتظار البطولة التاسعة في يوم تسعة داشرة في تمام الساعة التاسعة البطولة التاسعة يا أهلي نادي الزمالك المصري تسع كاميرات أو تسع شاشات عرض في قلب نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ نادي الزمالك يعرض مباراة النادي الأهلي في نهاية بطولة أفريقيا أقصى من تسع أو عشر كاميرات وشاشات إن شاء الله تنقل مباراة النادي الأهلي المصري وكل التوفيق والأمنيات لأن النادي الأهلي بيمثل كل طواقف وكل الشعب المصري وكل الأندية وإن شاء الله في انتظار البطولة العظيمة طبعاً ما ننساش توقعات الجمهور وتوقعات السادة المدربين يعني معنا مدربين على يعني كابتن أحمد كوشة للنادي الأهلي الفوز للنادي الأهلي المصري بهدفين مقابل لشيء يا مسائل حال يا رب نحن عايزين هدفه وحيد بس وإن شاء الله بإذن الله نتول طبعاً معنا من مدينة الأسكندرية الكابتن محمد صدقي الفوز للنادي الأهلي بهدف نظيف جميع التوقعات للنادي الأهلي المصري عمار البعلي اتنين واحد للأهلي كله بسم الله ما شاء الله كابتن عبده واحد صفر للأهلي كابتن محمد صدقي برضه اتنين صفر للأهلي لأستاذ محمد الشيخ واحد صفر للترجي للأسف الشديد الترجي يفوز اتنين صفر عبد الله الحملة لا احنا مش عايزين للأسف الشديد عايزين إن شاء الله ايه نأمل ونتفائل كده بفوز النادي الأهلي المصري وإن شاء الله الأهلي بإذن الله إن شاء الله يتوج للبطولة التاسعة طبعاً نذكركم أن مبارات الزهاب والتي أقيمت في القاهرة انتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف طيب نطلع سريعاً كده معنا في اتصال تليفوني الكابتن هاني العقبي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق أهلاً وسهلاً كابتن هاني أهلاً وسهلاً كابتن أحمد إزاي حضرتك وسلم على حضرتك وإن شاء الله يبقى يوم سعيد علينا كلنا يا رب يا كابتن هاني يا رب إيه رأيك إن شاء الله النهاردة كده بإذنه وتوقعاتك لنتيجة مباراة النادي الأهلي مباراة صعبة طبعاً محدش يستسهلها الأجواء كمان وظروفها والإصابات والغيابات والجو المشحون اللي المباراة بتقام فيه أكيد هتبقى صعبة جداً 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 لكن عندنا ثقة كبيرة في رجالتنا وثقة كبيرة في لعبتنا إن شاء الله بإذن الله أنهم يبقوا أد المسؤولية ويهجعوا بالكاس إن شاء الله بإذن الله تسعة من ملعب رادس في الترجي لكن طبعاً أنا بشفق على العيبة بصراحة لأن الأجواء طعبة قوي طبعاً طبعاً لكن عندنا ثقة في خبرة لعبتنا اللي يقدروا أنهم إن شاء الله بإذن الله يحاولوا بقى ما يستفزوش وما يفقدوش تركيزهم لأن كل الأجواء حتبقى وارج جداً هي ضدك سواء حكم سواء جمهور سواء ضغط نفسي كل الحاجات دي خصم كمان حيبقى برضو بيتفزك بشكل كبير والأهل إن طبعاً لعب قبل كده في مباراة في طبعاً في أوقات مماثلة وظروف مماثلة برضو كابتن هاني والحمد لله كان يخرج فائز والله بص طبعاً بنتمنى لكن برضو الغيابات الكتير اللي عندك مأثرة على الفريق يعني عندك الأعمدة الرئيسية مش موجودة معلول أحمد فتحي وليد أغارو أجيه دي عناصر خبرة عناصر تقيلة تقل الفرقة في الملعب لأنه عندها خبرات كبيرة جداً عادة موجودهم النهاردة أكيد حيأثم على الفريق لكن عندنا زي نبول حباك ثقة في لعبتنا ورجالتنا نوع من النهاردة إن شاء الله يقدر يكتازوا التسعين دقيقة اللي هتبقى عصيبة عليهم قادرين إن شاء الله كابتن هاني بإذن الله وبقول إن شاء الله بإذن الله تتوجنا بالكاس حيبقى عن طريق هدف لازم نجيب هدف لازم نجيب جول لو جبنا جول أظن أن الأمور هتختلف بشكل كبير جداً 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 والمتش ممكن يتسهل علينا إن شاء الله بإذن الله طب توقعك لهذه المباراة كابتن هاني والله صعب طبعاً أكيد كل التمانيات وكل التوقعات إن احنا بيتمنى أن الأهلي يكسب لكن صعبة صعبة هتبقى موقع صعبة جداً جداً لكن برضو إن شاء الله بإذن الله رجالتنا يرجعوننا بالكاس إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله وقدرين على ذلك بإذن الله إن شاء الله شكراً جزيلاً كابتن هاني العقبي اللاعب منتخب مصر السابق والنادي الأهلي المصري طبعاً أجواء أكثر من سبعين مليون من السنين في انتظار المباراة وكلهم عندهم آمال وأمنيات للحصول على اللقب التاسع وتدويج النادي الأهلي اليوم بإذن الله طبعاً بنكمل التوقعات محمد بكر من مدينة الأسكندرية اتنين واحد للأهلي إن شاء الله كابتن عبدو واحد صفر للأهلي طبعاً عمار البعلي اتنين واحد للأهلي أحمد عطوى واحد واحد فريد الجزار كابتن فريد تلاتة صفر للتراجل ليه كده كابتن فريد تامر فواز المطش حيتلغي يا سات يا رب ليه كده وست سامر إن شاء الله يتعدي المباراة بإذن الله في شكل آمن بإذن الله معنا اتصال هاتفي الأستاذ عمر من مدينة ناجع حمادي بالصيد أو بإنة أهلا وسهلاً بك أستاذ عمر وعليكم السلام وعليكم السلام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يتعدي يفوز ثلاثة واحد يفوز ثلاثة واحد طب وبعد الثلاثة واحد ما ضربات جزاء يفوز الآن الثلاثة واحد ويكسب كمان بدربات الجزاء الترجحية لا أنا أقول لك هيفوز نعم هيفوز ثلاثة واحد الأهلا هيفوز ثلاثة واحد طب يا رب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله شكراً جزيلاً عمر من مدينة ناجع حمادي طيب نكمله برضو الأستاذ أحمد كامل ألقاس اتنين صفرة لنادي الأهلي المصري عبده أبو السعود صفر صفر وأحمد الفضلي التعادل إن شاء الله يا كابتن أحمد كريم بنزينة اتنين صفر الأهلي إبراهيم يقود اتنين واحد للترجي محمد حسين للأسف المباراة لن تكتمل ليه بس كده إحنا قلنا تفاعلوا للخير تجدوه إن شاء الله المباراة تعدي فيه سلام وأمان بإذن الله لأن طبعاً تونس ومصر إيد واحدة وإحنا أشقاء عرب وإن شاء الله ما يكونش فيه آه فيه ضغط نفسي رهيب وضغط عصبي من جانب الناديين ولكن إن شاء الله المباراة تعدي فيه سلام وأمان بإذن الله إبراهيم يقود الفوز الترجي اتنين واحد وتنتهي المباراة بذلك ميمو أمارة تعادل يا كابتن إن شاء الله واحد واحد ويتوج الأهلي بالبطولة أستاذ علي حسنين واحد واحد إن شاء الله يا كابتن أحمد عشور درويش هنرجع بالكأسة كابتن أحمد بالرغم اللي أنا زم الكوي صميم بس والله النهاردة بجد أنا قلبا وقالبا مع النادي الأهلي ويرجع لنا بالكأس إن شاء الله ويكسب اتنين صف يا مساء الحال يا رب حسام عدنان واحد واحد والأهلي يتوج بطلا للبطولة شريف دياب اتنين اتنين يا كابتن يا مساء الحال يا شريف ماشي برضو هناخد بطولة اتنين اتنين طبعا كل ده حماس جمهور ورد فعل طبعا بالرغم قصرة المرسلات والتوقعات أكيد كل في انتظار هذه المباراة الهمة وهي الأهم فعلا طبعا حمد فايز اتنين اتنين كابتن وين توج إن شاء الله بطلا أحمد شوقي رسلان واحد واحد محمد سعد واحد صف للأهلي من غير توقع الأهلي هيكسب سبعة يا رب طبعا ما فيش حاجة اسمها صعبة في الكورة بس ماتش نهائي ماتش نهائي زي ده سبعة طبعا صعبة ولكن المباراة إن شاء الله في تمام الساعة التاسعة عمر الهواري الفوز لأهلي إن شاء الله اتنين صف بس يعني عايزين نتوقع بالمعقول لأن سبعة صراحة كتير هي مسعد اتنين واحد للترجي الأهلي هيكسب ثلاثة واحد عبدالله وهاب طبعا الأستاذة مونة الحسيني اتنين واحد للترجي زكريا محمد اتنين واحد للأهلي طهي الغرباوي واحد صفر للنادي الأهلي الترجي يفوز خمسة السيد محمد شلبي الترجي حيفوز خمسة انت زمال كول كلنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله في إن شاء الله نكونوا سعداء في فوز النادي الأهلي بإذن الله لأن خمسة كتير لأن الأهلي طبعا قادر إنه بإذن الله يطوج هذه البطولة ما تنساش يا كابتن أحمد إن شاء الله الأهلي حيكسب ثلاثة صفر يا مساء الحال يا رب اتنين واحد للترجي طيب هنطلع لفاصل سريع ونكمل رسائلكم وتوقعاتكم لمباراة النادي الأهلي والترجي التونسي ورجعنا لكم وملاعب بلدنا طبعا نكمل التوقعات التوقعات كتيرة قوي والأصدقاء الكتار وفي الصفحة مش عايزين حد يزعل عايزين نتكلمه عن الأهلي بس برضو عشان مش حد يزعل عمر الشابراوي الفوز للأهلي إن شاء الله كابتن أحمد بهدفين مقابل هدف محمد حسين الترجي حيكسب اتنين أبا نوب وجيه ثلاثة واحد للأهلي والترجي التونسي يفوز ثلاثة واحد للأهلي هي من سعد الله الترجي حيفوز بضربات الجزاء الترجيحية محمد علي اتنين واحد للأهلي طه الغرباوي واحد صفر للنادي الأهلي محمد السروجي ثلاثة صفر للترجي التونسي عماد حمدي حليس واحد صفر للنادي الأهلي محمد متولي واحد صفر للأهلي يا كابتن طبعا عمر حسين اتنين صفر للأهلي كريم عفيفي ضربات جزاء وتنتهي المباراة للنادي الأهلي والنور يقطع علينا طيب مش مهم يقطع النور بس نكسبه طبعا برغم الأجواء والمطرة الجامدة في مدينة أسكندرية لكن احنا نزلينها كابتن أحمد علشان المباراة وإن شاء الله الأهلي حيتغلب على الترجي بتلات أهدار ماشي يا مساء الحال يا رب هاني المصري كابتن هاني المصري طبعا التعادل اللي جابي بهدفين لكل من هما اتنين اتنين يا رب يا كابتن هاني يسمع منك ربنا كده ابراهيم علي العربي اتنين اتنين محمد عبد العزيز اربعة واحد للترجي ويخرج النادي الأهلي من البطولة لا مش عايزين كده خلي بالكم توقعات اه ولكن طبعا لازم أن يبقى فيه فايز وخسران ولكن متضمنين مع النادي الأهلي لو احنا زمال كوي حمدي ظلط من مدينة ضميات اتنين اتنين ويطوج الاهلي بطلا للبطولة ويصعد لكأس العالم للأندية يا رب يا أستاذ حمدي اه انا كهربة اتنين صفر للترجي ويفوز الترجي ببطولة أفريقيا ماشي اه سهير علي واحد صفر للأهلي يا كابتن كابتن طاري محجوب اتعادل واحد واحدة كابتن أحمد ان شاء الله ويطوج الاهلي بطلا لبطولة أفريقيا كابتن حديدة ان شاء الله الاهلي هيخسر واحد صفر هيخسر ان شاء الله هيخسر واحد صفر حيبا خد البطولة برضا اه عمر الشبراء والمرة التالتة مش عايزين نقرره بس الاسماء والتوقعات اتنين واحد للاهلي احمد محمد تلاتة واحد للترجي التونسي ويفوز الترجي بضربات الترجيح اه فريد جوزي اه تعادل واحد واحد ماشي اوسيس فريد كده الاهلي ان شاء الله يكسب بإذن الله ياسر حجاج اتنين صفر للترجي والله كده صراحة كتير قوي لتوقعات هنراهم من هنا لغاية بعد المباراة خلي بالكم ولكن ان شاء الله كل الامنيات للمارد اه الاحمر اه معانا اتصال تلفوني الكابتن سلامة ابضوي المدير الاداري بنادي النص للتعديم كابتن سلامة هلو هلو كابتن سلامة اخبارك ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كابتن زي حضرتك الحمد لله كابتن سلامة ايه توقعاتك لمباراة النادي الاهلي هلو اه النتيجة ايه كابتن توقع توقعك لمباراة النادي الاهلي هلنبقول النتيجة 2 واحد ويصعد النادي الاهلي 2 واحد ويصعد النادي الاهلي يا رب كابتن سلامة ان شاء الله لان الاهلي بيمثلنا كلنا بمختلف الوانة شكرا جزيلا كابتن سلامة اضوي المدير الاداري بنادي النص للتعديم طبعا بالنسبة للتوقعات كتير قوي كده والله محمد إبراهيم 2-0 للترجي أحمد عبد الفتاح الكابتن أحمد فتاح طبعا واحد واحد ويفوز النادي الأهلي أحمد شكري 2-1 للنادي الأهلي الأهلي هيخسر 9 يا كابتن أحمد علشان انت قلت يوم 9 البطولة 9 ليه يا عمي يا ده رقم كويس يعني رقم فردي لا ان شاء الله مش هيخسر 9 ولا حاجة ان شاء الله يطوق بطلا للبطولة بإذن الله الخواجة أبو دينا ان شاء الله 3-2 للنادي الأهلي محمود التلت 2-1 للترجي التونسي برضو ناخد البطولة ان شاء الله طبعا احنا بنتفاعل مع التوقعات عشان دخلنا في أجواء المباراة عندنا كلام كتير ولكن مباراة الأهلي غطت على كل حاجة عندنا تقارير عن أندية القسم الثاني والثالث والرابع كمان وبطولات الناشئين ولكن ولكن الأهلي أهم معنا الأستاذ محمود الأسيوتي ألو ألو أزاك يا أستاذ محمود أخبارك إيه محمد الله توقعاتك إيه نتيجة ماتش اليوم إن شاء الله 1-0 إن شاء الله يفزي الأهلي 1-0 للنادي الأهلي يا رب يا مساء الحال يا رب شكرا جزيلا أستاذ محمود من مدينة أسيوتي طبعا بنكمل لكم محمد زكي يا كابتن أحمد 3-0 للترجي والترجي حياخد البطولة وبعد الحلقة هفكرك إن الأهلي حياخد البطولة و3-0 لأن إن شاء الله هفكرك أنا إن الأهلي حيكسب بإذن الله كلنا سيدنا رسول الله بيقول تفقالوا للخير يتجدوا عازلنا تفقال وكلنا قلنا مفيش بقى زمالك أو أهلي لا ده إحنا كلنا واحد إن شاء الله في هذه المباراة المهمة والهمة لأن النادي الأهلي النادي الأهلي طبعا نادي عزيز علينا ونادي القرن ونادي يمثله جماهيرية عظمى بالرغم من زمالكه ولكن ده الواقع وده الحقيقي وطبعا وكلنا قلبا وقالبا وقالبا مع النادي الأهلي المصري وتتويه إن شاء الله الليلة بإذن الله هشام أبو يسين العزومي إن شاء الله يا كابتن أحمد تفوز الأهلي 2-0 يا مساء الحال يا رب إبراهيم زكي يا كابتن أحمد هنكسب الترجي 4-0 لأن فيه ضغط على النادي الترجي وفعلا الجمهور عامل أساسي لأي فريق ولكن ممكن تنقلب الدفة إنه يكون عامل سلبي للفريق لأنه بيدخل الفريق تحت جو نفسي وعصبي شديد وده اللي إحنا عايزينه النهاردة إن شاء الله يكونوا فيه توطر فيه عصبية من نادي الترجي ويكون فيه ضغط نفسي فعلا إن شاء الله والأهلي يتوج بطلا لبطولة أفريقيا بإذن الله معانا الأستاذ أحمد من محافظة المنوفية يا أستاذ أحمد ألو 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 يا أبو حمير أحمد من المنوفية يا أهلي وسهلا بمحافظة المنوفية كلها أنت منوفي بقى أهلي وطولة إيه توقعك للمباراة طب أهلي توقع للمباراة في الزهر إن شاء الله ورجع بالكاس الأهلي حيرجع بالكاس إن شاء الله بإذن الله كم كم طب يا أحمد حينتين اللقاء كام اتنين صفر اتنين صفر اتنين صفر يا رب اتنين صفر كده ونرجع من آآ تونس بالكاس آآ طبعا معانا الأستاذ محمد مجدي مراسلنا من القلعة البيضاء من نادي الزمالي آآ أستاذ محمد تحياتي إيك أستاذ أحمد والأستاذ المشاهدين جم الله يخليك قل لي الأجواب فعلا زي ما قرينا وسمعنا كده إن فيه فعلا فيه شاشات عرض تسعة شاشات في قلب نادي الزمالي في حادثة لم تحدث من قبل كمان أمرا لصفر مرتبة منصور بإزاعة لقاء آآ لقاء الأهلي والترجي أمرا تسعة شاشات داخل عن لقاء داخل النادي يعني أنت إنت حاليا في النادي الزماليك عاصم محمد حاليا في النادي الزماليك طب صدى الأجواء إيه ورد الفعل على هذا القرار الجيد والله الجميع هنا يتمنين إن شاء الله أن النادي الزماليك برضو عشان ما نوش وغدين حالة كلها للنادي الزماليك منذ قليل اختتم الفريد أول تدريباته تمام تعدادا للقاء لإنتاج الحرب بيغدا على ملعب السلام الساعة السابسة مثلا وفي الجولة الالبعتاشر وتحدث مستر جلس مع اللعبين على ضرورة الفوز بهذه المباراة تمام وحفاظت على صدار الجدوى المسابقة واحترام المنافس من أول دقيقة من المباراة أبرز الغيابات عن القائمة حمد المكاز وفرجاني للقاء نظروا لحصولهم على الانزار الثالث وبالتالي حصلوا على إزل الجهاز الفنيين للسماح لهم بالصفر لتونس للانزمام ماسك الممتقد تونس الذي يستعج الذي يستعج الممتقد مصر تمام فيه أخبار جديدة تانية أصدار محمد فضل رفض الكابتل نظمائي يوسف بعده مجلس الهدارة فكرة التعاقب مع لعب الفريق السابق السابق ولها بعجمان الامارات الحالي وقال للتشوحات المطلوبة للمهاجم الأجندي يكون سوبر ويكون دين نصفوف فريق عادي ورافض المسؤول تمام التوقيع وخبات ماجهة على محمود عبد المنعم كهربا على ما بضر منهم في مباراة حرص الفدود الأخيرة بعد كلمه بالتوجه للمكسورة الرئيسية والحديث بعصابين المرتزة تجاه الجهاز الفنيين تمام في عقوبات تانية على اي حادي تانية ولا خلاص كلا لا ما فيش منديم على سعيد اخر رفض الكبارة النادي فكرة رحيل حالة الفريق محمود عبد المنعم جنش عن صفوف الفريق بعد ما قابضى اكثر من نادي يعني في عراجات لجنش من الزمالك اه من انبياء سعودية وامرافية تماما كابتن في حاجة تانية في خبر تاني رصد مجلس دارة الزمالك مبلغة مجيون ونصف دولار للتعاقد تماما كابتن شكرا جزيلا شكرا جزيلا مرسلنا من نادي الزمالك الأستاذ محمد مجدي نروح للأستاذ صبري من مدينة الأسكندرية أستاذ صبري ألو الله يخليك يا رب الحمد لله الله يخليك احنا بس احنا في اجواء المباراة النادي للأهلي مين مين عيكسب كم توقعك للنتيجة كم ألو ألو يبدو انقطع الاتصال ألو اتفضل معاك اتفضل ألو ايوة لألع يكسب كم ان شاء الله أربعة ستة بإذن الله ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذ صبري طبعا قبل ما نطلع للتقرير معايا نستعرض نتائج الأسبوع الثالث عشر المقاولون والإنتاج الحربي فوز المقاولون العرب على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين فوز نادي النجوم على بطروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل إيجابي ما بين سموحة والداخلية طلائع الجيش يقصو على الجونة بخماسية نظيفة الزمالج في مباراة عصيبة يفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف ووادي دجلة يقصو على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وفوز مصر المقصة على نادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف ده طبعا نتائج الأسبوع الثالث عشر طبعا بكرة ان شاء الله افتتاحية الأسبوع الرابع مع الرابع عشر نادي الزمالك ونادي الانتاج الحربي على ملعب استاد السلام بمدينة السلام بالقاهرة طيب هنطلع لتقرير عن نادي عن القسم الثالث مباراة غزل كفر الدوار ونادي ميات البحيرة هنطلع لهذا التقرير من مدينة كفر الدوار ترجمة نانسي قنقر اللقاء وانتهاء قمة مجموعة اسكندرية بدور قسم الثالث بين ميات البحيرة وغزل كفر الدوار بالتعادل السلبي بدون أهداف سيكون معنا هذا اللقاء مع الكابتن هاني المصري مدرب عامل فريق كابتن هاني شفت المباراة المباركة مغلقة هتقول ايه عن أداء في الاتحة النهاردة وما حدث في المباراة الحمد لله من بشكر جميل لعيبة النهاردة بنلعب ماتشف على ملعب كفر الدوار فرقة محترمة فرقة تقيلة فرقة لها باع كبير في الدرجة الثالثة يعني الحمد لله عن بنت الحمد لله باشكل لعيبتي إنهما قدوا أداء محترم وحاجة محترم الحمد لله إحنا لو ما كسب مش ما نخسارش يعني نطلع بالبنت على سين إحنا لسه نركب المجوعة نستمر في إن إحنا أول مجموعة لكن إحنا لو جينا هنا ما نخسارش ناخد البنت كفاية حمد لدي عداء الفريق النهاردة والله بالإمكانيات دي راضي يعني أنا عندي لعيبة بسم الله ماشاء الله يعني إنك اللعيبة دي عملت فرقة من ما فيش فرقة كفردرد كلها عشان ناس تبقى عارفة بس لحد الآن لحد الآن ماخدوش 25 ألف جنيه 30 ألف جنيه لعيبة نص الترداء بتاعت لعيبة كلها فرقة كاملة فالحمد لله أنا معي لعيبة رجالة ولولا عندي إصابات وعندي قفات يعني أنا عندي محمد أشرف قطع رباط صليبي وعندي 3-4 لعيبة مصابين وبلعب الماء بإمكانياتها كده فالحمد لله وانا كنت قريب يعني نشوط اللوني كنت وعيش نشوط التاني يعني بدلنا نضبط شوط حاجات فالحمد لله عن نتيجة فرقة كفردور فرقة محترم ومعاه جهاز فني محترم على طول كفردور طبعا بيلعب على المركز بينافذ على المركز الأول دايما وإحنا الحمد لله إحنا السنة دي مخططين اللي إحنا نصعد إن شاء الله معنا لعيبة جبيل لعيبة كويسة لعيبة محترمة ومعنا إدارة محترمة بتدعمنا دايما ورانا بكل بأي حاجة اللي إحنا عايزينها الحمد لله ربنا يكرمنا كده وناس محترمة الإدارة وبيدعمونا بالماديا ومعنويا وربنا كبيرا بنرحب بالكابتن أحمد أمين المشرف العام على الكورة هنا في نادي غزل كفردور أهلا بحضرتك منافسة قوية ومبارأة صعبة رأي حضرتك إيه؟ أيه طبعا احنا بنلاع فرقة محترمة وفرقة صرفة كتير وجهاز فني محترم واحنا طبعا الإمكانيات على قدها خالص يعني يمكن كمان ما فيش إمكانيات بالنسبة للفرقة اللي بتصرف وفرقة ما فيه غير إمكانيات وبتنافس على صعود يعني كتر خير اللعيبة وكتر خير الجهاز ما بالك بقى لو فيه إمكانيات كانت الفرقة دي صعدت من بدري زي السنة اللي فاتت كده السنة اللي فاتت هل نمخلصين أول وكان نبقى أربع مباريات نخسرهم ما فيش مشكلة أحنا أول برده بس أنا عايز أقول لمجلس الأزارة لازم يقفوا جنب الفرقة ما هيدوش الفرقة اللي بيحصل ده بيهدوا في الفرقة كده صحيح أنتوا صرفتوا مضشين يوم الخميس للفرقة بس الفرقة لسه لها متشوقت لها لسه كتير صحيح ظروف الندي المالية تعبانة ظروف المالية مش كويسة بس فيه اللي أهم من ناحية المالية اللي هي الناحية المعنوية طبعا عز محمد اللي انتوا عاملينها في دوري القسم الثالث ده وتخطيطكم الدوري حاجة جميلة جدا والنهاردة طبعا فريقين محترمين فريق غزل كفر الدوار وفريق مياه البحيرة اللي طبعا اللي اتنين يعني أنا بسميه ديربي محافظة البحيرة دي حاجة كويسة جدا النهاردة المباراة طبعا خرجت بالتعادل السلبي المنافسة نتعرف في المجموعة دي دوري قسم الثالث أنا وجهت نظر أنه أقوى من أقوى الدوريات مش موضوع أنه قسم ثالث أنه أقلم الممتاز بي لا لا خلص يعني المباراة النهاردة كانت مسيرة وطلعت طبعا بالتعادل السلبي بين الفريقين ونتمنى التوفير للناديين يعني انتهى لقاء القمة قمة مجموعة بحري بالقسم الثالث وديربي بحراوية الذي جمع بين فريقي غزل كفر الدوار ومياه البحيرة بالتعادل السلبي بدون أهداف نقل لكم أحداث هذه المباراة مجدى جابر ومحمد صلاح وعدسة أحمد يونس لبرنامج ملاعب بلدنا لقناة طبعا ده كان تقرير عن مباراة غزل كفر الدوار ونادي مياه البحيرة إحدى مباراة أو ديربي محافظة البحيرة في القسم أساس مجموعة الأسكندرية وبحري طبعا يعني المش في العام على فريق غزل كفر الدوار الكابتن أحمد أمين بيقولك النتائج كويسة يعني وصل للمركز الثاني برسيل 23 و20 نقطة ومن غير إمكانيات يعني المجلس الدارة ما بيساعدش صرف ماتشين بس من حوالي 8 مباريات والإمكانيات ضعيفة جدا للغاية ولكن يعني المدير الفني الكابتن أشرف جمعة برضه يعني وصل للفريق في المركز الثاني بدون إمكانيات وتمت إقالته يعني مش عارفين يعني فيه تحسن في النتائج وترتيب متميز المركز الثاني ولكن للأسف تمت إقالة المدير الفني مش عارفين بقى بيطالب بحقوق اللعيبة ولا فيه بالضبط مش عارفين القصة إزاي طبعا نادي إميات البحيرة المركز الأول برصيد 25 نقطة ويليه في المركز الثاني غازل كفر الدوار طبعا شكرا للمراسلنا الجميل الكابتن محمد صلاح معنا تليفون اتصال تليفوني أم علي من محافظة الأسكندرية ألو سلام عليكم وعليكم السلام إزاك يا كابتن أحمد الحمد لله الله يخليك ألف مبروك على البرنامج الله يخليك ألف مبروك كمان على المصر البرسعيدي المهاردة من حضرتك يالا وسهلا يا تمام طيب احنا بقى في أجواء النادي الأهلي المصري توقعك لهذه المباراة الهمة ألو أيوة توقعك للمباراة الأهلي حيلعب الترجي التونسي في نهاية أفريقيا النهاردة نعم فوز واحد صفر إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كده واحد صفر لنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا أم علي من مدينة الأسكندرية طبعا القسم أساسي احنا في برنامجنا ملاعب بلدنا بنلف على جميع البلدان وجميع المحافظات لنقل أحداث ومجرارات جميع الأقسام إذا كان قسم تاني أو تالت أو رابع أو ناشئين البرنامج هادف لنقل جميع الأحداث الرياضية الخاصة بجميع الأقسام معنا اتصال تليفوني لأستاذ محمود الزهبي المعلق الجميل بإذاعة الشباب والرياضة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي لحضرتك الذي يخوضه النادي الأهلي هذا الموسم أمام النجم الساحلي التونسي في الأستاذ الأولمبي برادس قبل كده لعب 11 نهاية كابتن أحمد فال بثمن ألقاب وخسر ثلاث نهايات ولكن كل الأمنيات برغم ما يشوب المباراة والأجواء من شحن معنوي وجماهيري ولغط من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والعقوبات التي وقحها على نجم هجوم النادي الأهلي وليد أذاره والأحداث اللي حضرتك عارفها مش عايز أطول على حضرتك ولكن هنا في محافظة الغربية عايز أقول لحضرتك منذ انتهاء فلاط الجمعة والجماهير كلها خرضت من المساجد والدعوات تم لأعنان السماء بإحراز اللقب التاسع للنادي الأهلي إن شاء الله لو مشت المباراة الجو الجو عندك يعني الناس يعني قاعد على الكافيات والكافيات يتفرجوا عزة السمت ممتلئة الكافيات عن بكرة أبيها منذ ساعة تقريبا كابتن أحمد والكل يحجز أماكنه لمشاهدة هذا العرس الإفريقي الكبير وكل الدعوات من كل الجماهير بمختلف ميولها وانتماءاتها لإحراز النادي الأهلي هذه البطولة الغالية بإذن الله إن شاء الله بإذن الله نطوق كده بالبطولة التاسع على كابتن محمود يا ربي إن شاء الله ويكون وشك حلو كده إن شاء الله إن شاء الله صح وجمال على النادي الأهلي إن شاء الله شكرا شكرا جزيلا كابتن محمود الزهبي طبعا نكمل التوقعات عشان برضو ناس خيري شراقي التعادل واحد واحد ويفوز النادي الأهلي محمود محمد عبدو اتنين واحد للأهلي طارق رمضان اتنين صفر للنادي الأهلي طبعا محمد السيد ستة صفر للترجي ليه بس كده محمد ستة صفر ليه إن شاء الله نكسب بإذن الله معنا اتصال تليفوني الأستاذة هندي من محافظة الأسكندرية هلو مساء النور يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا الله يخليك يا رب توقعات كده لمباراة النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأهلي يفوز بإذن الله للنادي الأهلي طبعا يا رسول محمد المرض يقول لنا المين للأهلي إن شاء الله بإذن الله نحسمها بإذن الله من تونس ونفوز بالبطولة التاسعة بإذن الله شكرا جزيلا أستاذة هندي من محافظة الأسكندرية طبعا نكمل معاكم الأستاذ محمد السيد ستة صفر اللي هي النادي الترجي لا طبعا مش هيحصل تمام ده مجرد توقع يا سلام يعني حاس اللي أنا حقول لك مش هيحصل بتقول لي في الرسالة التانية ده مجرد توقع طيب ماشي الأستاذة مهاء الحسيني مهاء الحسيني يا كابتن أحمد اتنين واحد للترجي إن شاء الله الأستاذة توقع أحمد عبد العزيز الأهلي اتنين واحد ماشي يا أستاذة توقع على اسم الغالي إن شاء الله بإذن الله كده النادي الأهلي إن شاء الله في انتظار أقل من ساعتين بإذن الله ونشوف مباراة رائعة ومباراة حاسمة ومباراة هي الأهم هي الأهم في جميع المسابقات المحلية والإفريقية بطولة أندية أفريقيا إن شاء الله طبعا النهائي ما بين الترجي التنسي والأهلي المصري ونذكركم بأن مباراة الزهاب والتي أقيمت بالقاهرة انتهت الحمد لله بفوز النادي الأهلي بثلاثة أداف مقابل هدف واليوم إن شاء الله مباراة العودة وإن شاء الله العودة من تونس بالبطولة الغالية طيب الأستاذ مهدي من مدينة الأسكندرية أهلا وسهلا أستاذ مهدي أهلا بك يا باش أخبارك إيه الحمد لله الحمد لله رب العمين إيه التوقعك للمباراة توقع المباراة إن شاء الله إن شاء الله يهل يفوز 2-0 يفوز 2-0 إن شاء الله أستاذ مهدي شكرا جزيلا أستاذ مهدي من محافظة الأسكندرية طيب هنطلع لتقرير برضو من أحد مباراة القسم الرابع عشان برضو بنجيبه جميع تقارير لو عندك تقارير أو تقرير من مباراة قسم ثالث أو رابع هنعرضها على تفضل لأن اللي قلنا البرنامج شامل من بداية من القسم الأول حتى القسم الرابع والنشئين هنطلع لتقرير مباراة نادي السكة الحديد نادي السكة الحديد ونادي بهيج في مباراة الأسبوع الخامس لمنطقة الأسكندرية ونعرض لكم إن شاء الله بإذن الله اشتركوا في القناة كابتن أحمد فواز تحياتي لك من ملعب السكة الحديد بالأسكندرية وبعد انتهاء اللقاء الذي جمع بين فريقاي السكة الحديد السكندرية وبهيج في دور القسمة الثالث والذي انتهى بالفوز الأول لنادي السكة الحديد وبقدوم كابتن محمد فقر المدور الفني كابتن محمد وشك حلو على الفريق مبروك ثلاث نقاط غالية في مشوار الفريق في قسم الرابع الحمد لله رب العالمين الحمد لله ألف مبروك سعيدة كابتن محمد وانت في أول بصمة ليك مع فرقتك سعيد بن الفوز والله سعيد السعادة جاية بس الفرقة كويسة كانت بيحلفها سوق توفيق بس المطشات اللي فاتت أربع مطشات تعادل إنما لما تيجي على أول مطشة تمسكه كده وربنا يا كريمك تكسبت بحاجة كويسة وفرقت بيك فرقة محترمة شايف اليومين الماضيين وانت موجود في الكواليس في التدريبات والتراي مطش شايف إن اللعبة استجابت معك وانت لسه ما فيش تلت أربع أيام مع الفريق والله إن قبل ما امسك الفرقة كنت تتفرجت عليهم في مطشة أبيس كنت لقيتهم فرقة كويسة جدا برضو عندهم من الروح ومن العزيمة إنهم ممكن يعملوا حاجة النهاردة قدرت الروح والعزيمة دي تتترجم لهدف هذا الشيء الكويس اللي كان موجود يعني الحمد لله مع كابتن محمد الشرقاوي حرس مرما يستكى الحديد مبروك الفوز الله برف حضرتك الحمد لله بشكر أولاً لإدارة اللي فترانة كل حاجة قدتن فواز كابتن محمد راجل المدار الفني الجديد اللي يقول الأداء حاجة كويسة والنتيجة بنت على الرجال في الملع وبشكر كل الناس بصراحة الناس كلها أدتوا نس كلها رجالة فالحمد لله الحمد لله الحمد لله على الأول 3 بنت الحمد لله ودي بداية الخير إن شاء الله راجعاً أداء الفريق النهاردة الحمد لله الحمد لله أحسن من كل مرة وده باين حتى اللي قامنا تشهد عن كلام ده باين الكلام ده قويس بدو جداً إنها عمل رجالة بتأدي موودة نفسها لعبة لأخذ نفسها الحمد لله وشكر الله الحمد لله على المكسب ومش وش حيلي ولا حاجة ده وش الجهاز كله وش الكاميرا بتاعتك الحيلي والنهاردة الحمد لله على الفوز وعى الثلاثة بنت كنا محتاجينهم النهاردة خالص من التعرف بقنا أربعة عدولات فريد بهيج فرقة محترمة ومسكها الكابتن عمد شعبيان راجل محترم جداً ومدرب كورة كبير الفرق بيننا وبينهم كان نقطة ولو هم كسبونا هيبفوينا فالحمد لله ربنا كرمنا أخذنا الثلاثة بنت دول وإحنا كده بعيدنا عنهم شوية سهلاً بك والحمد لله على الفوز يعني مفوز مهمة للفريق وباشكر الجهاز الفني الجديد وباشكر كل اللاعب على الحمد لله على الأداء الكويس تلات مقدرة لي انت حب تقول إيه والله ده بداية يعني إيه المكسب بيجيب مكسب فالحمد لله احنا ربنا ما وفايش معنا في أربعة مطشوات فالحمد لله ده بداية بقى الفوز مطشوات الجايب بإذن الله وفكر في الفوز وفكر في السعود بإذن الله الحمد لله أقول لي أكثر من كده مش عزة تخش التشايف مش عزة تخش خالص ومبروك طبعا الفرقة التانية اكتهدت برضو ولاد زغيرين ومكتهدين وعندهم دم احنا بتأكد من أول الدوري مش مشها معنا ثلاثة عضلات ده كان آخر فرصة لنا المتش ده فنقولي الحمد لله كابتن بن بودس بنشوف في الجدوى قبل المباراة ثلاثة نقاط لبهيج وسكة حديد أربع نقاط لسه مشوار كبير وطويل لا لا أنا شايف اللي هي خلاص كده خلصت التفاؤل مهم لا أنا أنا أصلا من قبل المباراة وأنا مستقيل أصلا يعني أنا جاي المتش وأنا مستقيل من الثلاثة إلى الثلاثة مش مشها معنا خلاص بعدين ما فيش إمكانيات ومجموعة صعبة جدا كانت تنى أحمد بدون مؤاطع الحضراتك يمكن فرقة السكة حديد أيضا متعد لأربع مباريات ولكن يعني فرقة سكة حديد فرقة بهيج الفرقة دي تفرق لها اسم وباع في اسكندرية فمن المفترض أن يكون فيه صبر شوية على الأجهزة الفنية أو المدير الفني زي الكابتين أحمد شعبان يصبر كمان ماتش ومباراة أنا بالنسبة لي أنا واخد الكرام من إمبارح والله من إمبارح واخد وكتبع الفيس إن أنا كسبت خسارة تعديلت أنا كده كده أعتذر لأنا تعبت تعبت فعلا مشوار ومجموعة صعبة جدا وما فيش ممكنيات خالص نهائيا نهائيا أنا خلي بالك أنا شغال متطوع ما باخدش جنيه لا بأصرف كمان فمعليش أنا أشتري بقى نفسي وريح شوية والحمد لله طبعا هو ده أول فقدنا في الدور يعني يعني هي البداية دايما وصبعا تعرفنا أول مرة نشترك في الدور يعني والعيبة كانت لسه يعني مش واخدة على الجو بتاع الدور يعني فالحمد لله يعني النهاردة بدأت خش المود يعني وبدأوا اللعبة تفاهم مع بعض وتنساجم مع بعض يعني والحمد لله كانت نتيجة كويسة استطاع فريق السكة الحديدة السكنداري أن يتغلب على فريق بهيج بهدف دونارد في أول لقاء يقوده الكابتن محمد فخري في دوري القسم الرابع كان معكم من ملعب المباراة محمد صلاح آسم ومجدة جابر وعدسة أحمد يونس لبرنامج ملاعب بلدنا طبعا ده كان تقرير من إحدى مباراة القسم الرابع بمحافظة الأسكندرية وكان فوز نادي السكة الحديد على بهيج بهدف النظيف طبعا نادي السكة الحديد المعظم اللاعبة بتاع الفريق الأول ناشئين حتى اللي أحرز الهدف الصاروخي الجميل حموكش ده موليد تسعة وتسعين ست لعبين موليد تسعة وتسعين بيلعبهم في سكة الحديد الفريق الأول وطبعا أولاد كويسة جدا وقدروا يتغلبهم على نادي بهيج والوصول للنقطة السابعة اللي يحتل بها المركز الثالث بالنسبة لبقية التوقعات عشان برضو إيه الناس بتقول أن زعلانا كابتن ما يقولتش اسمي الأستاذة هدى المنيري فوز النادي الأهلي يا كابتن أحمد بتلت أهداف وارجوع إن شاء الله ولكن حس كده أن بعد الأهلي ما حيفوز بالبطولة هتحصل مشكلة وربنا يصطر ربنا إن شاء الله بإذن الله يصطر عمر عبد العظيم أنا زملكاوي ولكن حشجع الأهلي النهاردة بس مش ناسي جماهير الأهلي لما شجعوا سان داونز في المباراة النهائية بتاعت نادي الزمالك بس عموما أن سيت الموضوع ده ومش فرق معي ولكن حنشجع النادي الأهلي وبرد على أحمد شكري لأنه بيقول هو لي جمهور الزمالك مش واقف مع الأهلي لا كلنا واعفين مع النادي الأهلي المصري علي عصان أبو حليم يا كابتن أحمد منور الدنيا بعد إذنك ممكن مكلمة معاك على القناة عايز أقول أن الأهلي هيكسب 3-0 وهفكرك يا كابتن أحمد أن الأهلي هيكسب 3-0 إن شاء الله بإذن الله هيكسب إن شاء الله ومؤمن جويلي 3-0 للترجة كابتن أحمد ولكن هي دي الكرة ماشي السيد محمد عبداللطيف فوز الأهلي 2-1 على الترجي كابتن أحمد الضوي فوز الأهلي 2-1 هنطلع لصعود فريق نادي السكة الحديد الموليد 2000 لتصفية القطاعات لمنطقة الأسكندرية ونعود لكم إن شاء الله لبقية التوقعات موسيقى 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 الجيد وطبعا فيه ثلاث لعبين مويد الفين طبعا مع الفريق الاول وهو بيشاركوا بالفعل وكل التوفيق لهذا الفريق الجيد ومدربه الصاعر كابتن احمد خالد طبعا النادي الاهلي اليوم ان شاء الله باذن الله برغم الضغوط ورغم كل العقوبات يعني في حاجات يعني ربنا يصر والله لان طبعا المباراة صعبة صعبة للغاية طوقات احنا بنقولوها ولكن دي امال ولكن الحقيقة بقى ربنا اعلم بيها وان شاء الله باذن الله نعدي هذه المباراة الصعبة وهي الاهم والاصعب في تاريخ النادي الاهلي في مباراة ممثلة قبل كده ومشابه لهذه الظروف ولكن هذه المباراة هي الاصعب تماما في نهايات دور ابطال افريقيا وان شاء الله كل الامال لفريق الاهلي محمد سفيولا الاهلي مش هافس فيولا ده والدك ولا اسم شهرة الاهلي حيفوز واحد صفرة محمود برضو حسين الاهلي يا كابتن حيكسب اتنين صفر ان شاء الله يا كابتن احمد اتعادل اتنين اتنين ومش هموم الجنون يخشوا فينا بس هنتعادلوا في الاخر في اخر خمس ازاي ده انت متوقع سيناريو صح يا رب السيناريو ده يكون الحقيقة اللي احنا ننهي المباراة بهذا اه بهذه الايجابية اه طبعا اه ان شاء الله باذن الله اه البرنامج دي اولى حلقات برنامجكم ملاعب بلدنا وقولنا البرنامج حيغطي جميع الدوريات وجميع الاقسام على مستوى ومختلف المحافظات ان شاء الله باذن الله حيكون اه البرنامج خاص بالاقسام كلها وكذلك مش هننسى قطعات الناشئين والبراعم برضو له انظور معانا لان الناشئين والبراعم هي النواة الحقيقية لأي نادي اه مصري اه طبعا ما ننساش الكابتن حسام غويبة المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي المصي البورسعيدي بن باركلو الو السلام عليكم كابتن حسام وعليكم اسلام كابتن حسام اخبار حضرتك ان شاء الله باب يوسف معاك زابت المنسيكندرية يا اهلا وسهلا الساس يوسف اخبارك ايه انت اخبارك يا كابتن حسام ومبروك على البرنامج الله يبارك فيك يا رب الله يبارك فيك طب توقعك سديعا كده للمباراة ان شاء الله ان شاء الله توقعك لمباراة النادي الاهل بإذن الله بأمر الله كابتن بأمر الله توقعنا بإذن الله بأمر الله ان شاء الله بإذن الله بيوسف بإذن الله شكرا جزيلا الساس يوسف من مدينة الاسكندرية وبنجدد برضو الكابتن حسام غويبة مسك رئيس قطاع الناشئين بنادي المصي البورسعيدي خلفا لدكتور ميمي عبد الرازق اللي طبعا مسك المدير الفني للفريق الأول بنادي المصي البورسعيدي خلفا لنحسام حسن طبعا ان شاء الله كابتن طاري محجوب يا كابتن أحمد البطولة مصي أهلوية خالصة 100% ان شاء الله يا كابتن طاري بإذن الله تكون البطولة خالصة أهلوية حمراء 100% طبعا دكتور ميمي عبد الرازق كان بدأ في أول أسبوع من توليه قطاع الناشئين بنادي المصي البورسعيدي بطفرة جيدة وإفراز اللاعبين الجيدين لقطاع المصري ولكن ربنا قرمه للفريق الأول وكل التوفيق لهذا الرجل الخدوم للنادي المصري لأن الدكتور ميمي عبد الرازق ده بلده بورسعيد وقوله أنا بخدمها بدين غير أي حاجة وإن شاء الله بإذن الله نحقه نتائج إيجابية ونتائج طيبة لهذا النادي العريق بإذن الله ما ننساش ما ننساش النادي الأهلي إن شاء الله النهاردة بإذن الله في تمام الساعة التاسعة في اليوم التاسع من نوفمبر البطولة التاسعة يا أهلي الأهلي قادر إن شاء الله انتظرونا يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وبرنامج ملاعب بلدنا في تمام الساعة السادسة مباشرة والسلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته اشتركوا في القناة